فإذن الشيء الجميل أن الكتاب المقدس يتكلم عن أربع شهود هذا الإنجيل كله ككتاب دونوا أربع أتباع المسيح وعندما دونوا هذا كان بإيحاء من الروح القدس يعني ما لغى الشخص نفسه ولكن الروح استخدم أسلوب وحياة هذا الشخص وهذه البشائر متى مرقص لوقا يحنى هي بكل بساطة تسجل سيرة حياة المسيح في أربع كتب متى مرقص لوقا يحنى وعم بتدون الإنجيل اللي هو بشارة الخلاص المفرحة الأخبار الصارة لأنه إنجيل واحد تعليم واحد حقيقة واحدة ولكن بأساليب متنوعة بإنشائية أو بأدبية مختلفة لأنه الله ما بيلغي عقل الإنسان أو حرية الإنسان ولكن بواحد من الروح القدس استخدم أقلام هؤلاء الكتاب حتى يدونوا إما هو بيكتب شخصيا أو عنده مسجل أو كاتب اللي بيكتب من خلاله فإذا أنا حبائي هذه البشائر الأربعة نقول بشارة بحسب البشير متى أو الإنجيل بحسب البشير متى أو كما دونه البشير متى أو كما دونه مثلا البشير يحنى فمثلا متى كتب لليهود ليه كتب لليهود لأنه كان فيه يهود بمارس العبادة في الهيكل والذبائح وعندهم العهود والاشتراع والوصايا والتبني وعن بيستنوا عن بينتظروا المسيح وبالحقيقة لما جاء يسوع المسيح في البداية جاء إلى خراف إسرائيل الضالة ولكن لما صار فيه رفض لرسالة يسوع المسيح قال لي خراف أخر من حظائر أخرى ينبغي أن آتي بتلك أيضا وتكون رعية واحدة مع راع واحد فإذا المسيح ابتدى لخراف إسرائيل الضالة ولكن كما يقول البشير يحنى إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يسير أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا من الله ولدوا من الله فمتى مثلا بيتكلم لليهود لأنه بيظهر من خلال سلسلة النسب يسوع هو الملك ملك إسرائيل يسوع هو ابن داود الموعود به كما وعد بأنبيائه مثل ما شفنا في الآية ثلاثة في روميا واحد ثم أحبائي بيتكلم عن المسيح من نسل داود هو المسيح المخلص ليس بأحد غيره الخلاص أما مرقص أحبائي فبيكتب للرومان لأنه العالم القديم كان حوالي 70% من الشعب كله في كل العالم تحت الإمبراطورية الرومانية بين 60% إلى 70% كانوا عبيد فبيكتب لطبقة العديد فبيحاول يظهر شخصية يسوع العبد المتألم النبي والخادم وطبعا بيتكلم في بشارة مرقص لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين والشيء العجيب أنه كلمة خادم أو خدمة في لغتها الأصلية من دولو أو دولوس تعني عبد أيضا فالمسيح هو العبد المتألم ولكنه أيضا ابن الله المتجسد كلمة الله فمرقص بيكتب للرومان أما لوقة فهو يعني دارس الفلسفة اليونانية كان أصله يوناني ثم لوقة كان طبيب كان بيمشي مع رحلات بولوس ولوقة أيضا يعتبر مؤرخ والمؤرخين اسمعني والمؤرخون يعتمدون على لوقة كمؤرخ ولسيما السفر أعمال الرسل لما بتدرس رحلات بولوس التبشرية تعتبر الخارطة تعتبر الطرق الرئيسية اللي كان بيستخدمها قديما الناس فهذا كان توضيح مهم جدا من لوقة حتى يساعدنا اليوم نفهم كيف الناس كانت تتحرك في المدن وكيف كانت تتحرك بالمدن الرئيسية وشو نوع هذه الطرق إلى آخره بتقدر تدرسها عن الطرق الرومانية فلوقعا بيكتب لليونان بيتكلم عن يسوع ابن الإنسان الفادي أما يحنى بيكتب لكل الأمم لكل العالم بكل بساطة بركز على الكلمة المتجسد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا وكما كتب يحنى في رسالة الأولى أظهرت الحياة يعني الحياة أظهرت من خلال رب الحياة من خلال مصدر الحياة يسوع المسيح فلاحظ كل كاتب زي أنا بتكلم لإلك ولكن حقيقة في أربع كاميرات كل شوي في كاميرا بتمشي على روبوت في كاميرا في النص في كاميرا بتخذ من الجنب ومرات بخذون من الجنب الآخر ولكن في شخص واحد فالإنجيل هو يسوع المسيح كلمة الله وعندما يصبح المسيح رب ومخلص على الحياة والكيان فأنت تصبح إنجيل مقروء مرئي ومسموع أمام الناس يعني حياتك بتعكس يسوع المسيح فإذن أحبائي الإنجيل هو البشارة المفرحة فإذن في شيء مهم جدا أحبائي بعض الحقائق لازم يعني نعرفها لأن هذا الاتهام بيجي من أصدقائنا وأحبائنا المسلمين بقول لك أربع أنا جيل ومين اللي كتب لا 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 أربع شهود وهذه الشهود بحسب الفكر اليهودي على شاهدين أو تلاتة فكم بالحري مئات الشهود اللي شهدوا في هذا الموضوع